أنا بدي أذكرك بشغلي جنرال لأنه بدي أرجع أقول أنه شرارة هذه الثورة انطلقت من ثلاث حلقات متتالية عملناها ببرنامج توني خليفة مع عدد من الضباط المتقاعدين مع عدد كان من رأيكم ومن عدد آخر من الضباط كانوا ضد رأيكم ولكن أنا متذكر مظبوط أولى دعواتكم كانت أنكم راح تروحوا تجيبوا السياسيين من بيوتهم هيك تعهدتوا على الهواء تعهدتوا على الهواء أنه نحن أنه ما تفكروا حالكم أنتم بمأمان نحن راح نروح نجيبكم من بيوتكم للسياسيين ما شفنا حدا منكم لا قدم بيت سياسي ولا راح جيب سياسي من بيته ولا حتى تعرض للسياسي لبل العكس في مين كتب شغلي جملي كتير معضومة أنه عفوا على التعبير أنه يلعن أبوها البلد لما تلاقى فيه واحد حرامي ينحط بالحبس وما تلاقى فيه واحد قدمي يشكل حكومي يعني مع كامل الاعتزار للبروفيسور دياب يعني لأنه بكاش هو بالمقصود بهذا الموضوع فحكيتوا كتير وعدوا هددتوا كتير وعليتوا الصوت كتير بالنتيجة دائما بتهجموا السياسيين ولكن لا يتجرأ أحد منكم أن يتوجه إلى السياسي يعني عفوا كل العالم كانت مراهني أنه رح تمشي وراكم على بيوت السياسيين وتجيبوهن من بيوتهم مثل مصار بإكرانيا مثل مصار بكتير دول تفاجأوا أنكم جيتوا أعدتوا أنتم مع الناس في الخيام يعني بدل ما أنتم تمشوا قدام الناس وتنفذوا وعودكم اللي تعهدتوا فيها ببداية إطلاقكم لها الثورة رحتوا أنتم أعدتوا مع المتظاهرين ومشيتوا وراهم بدل ما أنتم تمشوا قدامهم وتروحوا على السياسيين اللي أنتم قلتوا أكدتوا أنه هني سياسيين في السياسيين أنا بعود بكرر شكي لأنه فعلا انطلقت مقدمات الثورة من هالبرنامج اللي معك أنت من هالتلفزيون المحترم أستاذ توني نحن عم نقول استمرار الثورة هو اللي بدي يخلي الفاسدين وراء القضبان وهني بدل يروحوا على بيوتهم أنا بعدة فويسات قلت اطلعوا من الساحات وبقاش تطعيوتوا والتصرخوا بالسدساق وروحوا لقدام بيوتهم روحوا أدامهم لا ولا مرة شفتك رايح أدامهم ولا مرة شفتك إذا أنت ما شفت مش ماتك أنا مرة بلا ولا مرة شفتك رايح أدامهم ولا مرة شفتك أدام أنا معروف عني يا استاذ توني أنا أول ضابط بالشرق لأوطر عمل أضراب عن الطعام ونام بالساحة راح تدام شو بيت سياسي ويه؟ نعم ودام بات مين؟ ساميلي الرئيس حسان دياب والرئيس سانيورا حسان دياب مؤخر ببيلوت مين من السياسيين الفاعلين بالسلطة اليوم؟ هل الأمر راح تشوفه قريبا؟ نحن قلنا انه خرطهم خلف القطبان واستمرار الثورة هون بيخليهم خلف القطبان أنا خيفين تصيروا انتوا ورا القطبان إذا كانوا بيطرهم ويبت شونات المعبيع عملوا ايه هونكم سوى القطبان؟